أفعاله سبقت كلماته وإنجازاته الوطنية والخليجية والعربية أنارت درب الحالمين الكويتيين والخليجيين والعرب بمستقبل أفضل بفضل حكم جميلة سيخلدها التاريخ على غرار أولوية الوحدة الوطنية والمسارعة لمد يد العون ونبذ العنف والوفاء بالوعد والإنجاز ودعم وضمان استمرار الديمقراطية والصفح والعفو عند المقدرة والسلام والتآخي وإعلاء شعار أن الأفضل بيننا هو الأفضل بالعمل والأصدق في الإنجاز كل هذه المعاني والأفعال والمبادرات والرؤية المستقبلية للكويت وللوطن العربي تنبع من صاحب الحكمة وزعيم الإنسانية الذي أثبت أن الكويت مركز إنساني عالمي إنه سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراء هو الحاكم الخامس عشر من أسرة آل الصباح والأمير الخامس في مسيرة الدولة الدستورية حيث تولى سموه مقاليد الحكم في يناير عام 2006 بعد أداء اليمين الدستورية وفي أولى كلمات سموه بعد مبايعته أميرا وأدائه اليمين الدستورية وعد الشعب الكويتي بتحمل الأمانة وتولي المسئولية وعلى مواصلة العمل من أجل الكويت وأهلها داعيا الجميع للعمل من أجل جعل الكويت دولة عصرية حديثة مزودة بالعلم والمعرفة يسودها التعاون والإخاء والمحبة ويتمتع سكانها بالمساواة في الحقوق والواجبات مع المحافظة على الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير كانت كلماته رحمه الله نبراسا للجميع حين قال إن الكويت هي التاج الذي على رؤوسنا وهي الهوى المتغلغل في أعماق أفئدتنا فليس في القلب والفؤاد من شيء غير الكويت وليس هناك حب أعظم من حب الأرض العزيزة التي عشنا على ثراها وسطرنا عليها تاريخنا وأمجادنا ومنجزاتنا وكان التوازن والوسطية نهجا ومنهجا وعنوان الدبلوماسية التي انتهجها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طوال حياته إنا لله وإنا إليه راجعون إن قلوبنا لتحزن وإن عيوننا لتدمع وإنا على فراقك يا صباح لمحزونون اللهم آجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم مثواه وطيب ثراه واجعل الجنة مستقره ومثواه أنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون لقد أثبت سمو الأمير الراحل جدارته بلقب رجل السياسة الكويتية وعميد الدبلوماسيين في العالم فنجح سموه خلال قيادته للدبلوماسية الكويتية في ربط الكويت دبلوماسيا واستراتيجيا بالعالم الخارجي فاستضافت الكويت على أرضها العديد والعديد من السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية والإقليمية وتبادلت معها التمثيل الدبلوماسي والقنصلي ما يعكس النجاح الذي حققته هذه الدبلوماسية كانت له لمساته الواضحة في بلورة العديد من الاتفاقيات والمعاهدات بين صفوف دول مجلس التعاون الخليجي كما كان له دور كبير في دعم قضايا العالم الإسلامي ومشاركات حثيثة ومهمة في مآسي العالم أجمع ودعوة المجتمع الدولي للقيام بمهامه والحديث دوما عن معاناة شعوب العالم وخصوصا الدول النامية والفقيرة المثقلة بالديون والأزمات لقد تحمل سموه رحمه الله هذه الأمانة والمسئولية باقتداره وكفاءته المعهودين فسعى إلى تجديد وتطوير السياسة الداخلية والخارجية للبلاد وفقا للتطورات والمتغيرات التي طرأت على الأوضاع الإقليمية والدولية عرف عن صاحب السمو مواقفه الكبيرة والتاريخية التي جسدت مدى تحمله للمسئولية الجسيمة كما عهد الشعب عن سموه أقواله الحكيمة النابعة من تعاليم الدين الإسلامي ومن خبرته الواسعة في عالم السياسة ولعل أبرز ما يجسد ذلك قول سموه رحمه الله في أحد خطاباته إن المسئولية الجسيمة والعبء ثقيل ولكننا بعون الله وتوفيقه قادرون على تحمل مسئولياتنا بثقة وإيمان وعزم وإصرار مسترشدين بتعاليم ديننا متمسكين بقيمنا وثوابتنا نعلي صوت القانون والحق والعدالة ونربأ بأنفسنا عن التحزب والتناحر والمصالح نتبصر الدروس والعبرة ونعمل قلبا واحدا لخير ديرتنا الحبيبة وفي عهد سموه رحمه الله تحولت دولة الكويت في فترة وجيزة إلى مصنع للقرارات العربية والمواقف الدولية والتي كانت نتاجا للأحداث التي احتضنتها أرض الكويت وساهمت رعاية سموه بشكل فاعل في إنجاحها على الرغم من التحديات الكبيرة والأزمات المتلاحقة التي تشهدها الدول العربية واتبعت الكويت بقيادة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله سياسات وطنية وقومية وإنسانية حجزت لها مكانة عالية في قلوب الكويتيين المفعمة بالمحبة والولاء وفي قلوب شعوب العالمين العربي والإسلامي واستحقت الإعجاب والاحترام على المستوى الدولي وعلى المستوى الوطني كانت إسهامات سموه رحمه الله بقدر الرهانات التي وضعها لارتقاء بالكويت ودعم نهضتها الديمقراطية والاقتصادية بل وترجمت إسهاماته لخدمة صالح الوطن في مبادرات وقرارات كثيرة عبرت عن حكمة ورؤية ثاقبة لمستقبل مشرق لأبناء الوطن وكان لمواقف سموه رحمه الله الحكيم الأثر البالغة في النفوس من خلال القيادة الرشيدة وحنكته في الحكم التي أوصلت البلاد إلى بر الأمان في أحلك الظروف ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع وقد حرصت الكويت في عهد سموه الزاهر على إقامة أوثق العلاقات مع الأشقاء في العالمين العربي والإسلامي ومد جسور التعاون مع القوى الفاعلة في هذا العالم وكل ذلك من أجل توفير أفضل الظروف وأهدأ الأجواء التي تساعد شعب الكويت على المضي قدما في تحقيق آماله وطموحاته حاضرا ومستقبلا ومنذ عام 2006 حين تقلد سمو أمير البلاد الراحل مقاليد الحكم شدد دائما على دعم الإصلاح ومحاربة الفساد وترسيخ وتنفيذ التنمية المستدامة والمتوازنة وإقرار النظم الجديدة الكفيلة بتسريع حركة الإصلاح وعجلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الخارجية ومنذ هذا التاريخ تعددت الإنجازات لصالح الشباب فصاحب السمو رحمه الله كان يعتبر الشباب عماد الوطن وذخيرة المستقبل ومن هذا المنطلق يؤكد سموه رحمه الله أن الشباب الكويتي هو الثروة الحقيقية للوطن وهو مركز الاهتمام وأمل النهوض بالبلاد إلى مزيد من الرفعة والتقدم أما بالنسبة للمرأة الكويتية فقد أولاها سموه رحمه الله رعاية خاصة تمثلت منذ توليه مقاليد حكم البلاد في دعم حقوقها السياسية والمدنية والاجتماعية حتى تحققت إنجازات تاريخية لصالح المرأة الكويتية تمثلت أهمها في وصول المرأة في عهده إلى مجلس الأمة لقد شهدت الكويت أثناء حكم سموه رحمه الله مشاريع تنموية في عدة مجالات تهدف لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي وتسريع عجلة الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية وقد تم إنجاز العديد من المشاريع العملاقة التي ترتبط بمختلف القطاعات الخدمية في البلاد من أبرزها مدينة صباح الأحمد البحرية ومستشفى جابر الأحمد الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط ومستشفى الجهراء الجديد وجسر الشيخ جابر الأحمد الصباح ومشروع الوقود البيئي واستاد جابر الأحمد الدولي ومدينة جنوب المطلع ومركز صباح الأحمد للكلاء والمسالك ومركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وغيرها الكثير من المشروعات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أما على المستوى العربي فقد كان اهتمام سموه بقضايا وآلام عالمنا العربي والإسلامي واضحا وبارزا تسطره صفحات التاريخ بحروف من نور وليس بغريب على صاحب السمو أن يهب لنجدة إخوانه العربي والمسلمين فكان أكثر القادة التزاما بتقديم المعونة لمن يحتاجها خصوصا للمعزين والأطفال الذين يولي سموه الأمير اهتماما بالغا بهم وتبلورت جهود سموه رحمه الله لإغاثة المحتاجين والمنكوبين العرب والمسلمين وحتى غير المسلمين في أحداث كثيرة لعل أهمها المبادرة إلى تنظيم مؤتمرات مانحي سوريا وتقديمه التبرعات المادية للشعب السوري الشقيق علما بأن دولة الكويت وبثوجهات سمو أمير البلاد الراحل كانت الأكثر حرصا بين المانحين على الالتزام بصرف هذه التبرعات وكانت أبرز كلمات سموه إن المجتمع الدولي يقف أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية وإنسانية وقانونية تتطلب منا جميعا تضافر الجهود والعمل الدؤوب للوصول إلى حل ينهي هذه الكارثة ويحقن دماء الشعب بأكمله ويحفظ كيان بلد ونصون فيه الأمن والسلام الدوليين أعمال سموه رحمه الله الإنسانية امتدت لتشمل كل الدول دون التمييز بين جنسية أو دين أو عرق ففي كل يوم نجد مساعدات هنا وأخرى هناك حيث امتدت آياد سموه البيضاء لتمسح دموع المنكبين وتخفف آلامهم حتى غدت دولة الكويت منارة للخير ونجم لا يضاهيه أحد في البذل والعطاء عطاء فياض ومعين لا ينضب وبفضل مبادرات سمو أمير البلاد الراحل طيب الله ثرى تحققت إنجازات وإسهامات وتجربة رائدة لصالح العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والعسكرية والقانونية والإعلامية والتعليمية على الرغم مما واجهته من تحديات اقتصادية وأمنية وسياسية ولم تقتصر سياسته رحمه الله على ضرورة إيجاد حلول للخلافات العربية فقط بل امتدت طموحاته إلى العمل من أجل الوحدة الخليجية والعربية والتآلف القومي ضد التهديدات الخارجية التي تتعرض لها المنطقة والوطن العربي وكثيرا ما كان يؤكد على أن التضامن العربي هو الوسيلة الوحيدة لاكتساب احترام الآخرين ولمواجهة الأخطار التي يتعرضون لها سمو أمير البلاد الراحل وبحسب خطاباته ومواقفه التاريخية على امتداد عقود عاصر خلالها القضية الفلسطينية يؤمن أن قضية القدس هي قضية الأمة العربية والإسلامية وأن تعزيز الوحدة الداخلية بين الفصائل الفلسطينية السياسية هو مطلب مهم أما على مستوى المساعدات فالكويت في عهد سموه رحمه الله لم تنقطع عن مساعدة الفلسطينيين وإرسال التبرعات لهم ولعل أبرز ما عرف عن سمو الشيخ صباح الأحمد توقه الكبير لحل الخلافات واستبدال الخلاف والتوتر بالمصالحة والتعاون وفي هذا الصدد لم يدخر أمير البلاد جهداً في ترميم العلاقات مع الجارة العراق وبأخلاق الرقي والتسام على الخلافات كان صاحب السمو أول القادة الخليجيين الذين حضروا القمة العربية ببغداد في مارس من العام 2012 في زيارة اعتبرت تاريخية ومهمة ترأس خلالها وفد دولة الكويت إلى القمة وحملت تلك الزيارة معاني سامية ونبيلة أسهمت في إشاعة أجواء المحبة والوئام بين البلدين ترجمة نانسي قنقر صونوا أمكم الكويت فلن تجدوا لها مثيلة أو بديلة وحافظوا عليها وحفظوا نعمها تحفظوا كل ما سبق جعل سمو أمير البلاد الراحل أحد أبرز الشخصيات السياسية المؤثرة في العالم العربي وصاحب المكانة المرموقة ذات التقدير الكبير على الصعيدين الإقليمي والدولي وذلك لما يتمتع به سموه من رؤية سياسية عميقة وحنكة جعلته رجل مصالحة في كثير من الدول ولدى العديد من الجهات المتنازعة الأمر الذي أدى إلى نجاح الكثير من المبادرات التي أطلقها أو الخلافات التي أزالها وأدت إلى مصالحات ناجحة وقد حفلت العقود الماضية بالكثير من الإنجازات المهمة التي حققها سمو الأمير في مسارات المصالحة العربية ولم الشمل وتوحيد الصفوف كما تبقى مساهمات الكويت بقيادة أميرها الراحل منارة يحتدى بها في دعم الجهود لنبذ الخلافات وتوحيد الكلمة والصف العربي وفي دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي ومد يد العون والمساعدة للدول الشقيقة والصديقة والمحتاجة من مختلف الأقطار وكان التكريم الدولي لسموه رحمه الله مستحقا حين كرمته الأمم المتحدة مانحة سموه طيب الله ثرى لقب قائد العمل الإنساني وسميت الكويت مركزا للعمل الإنساني تقديرا من المنظمة الدولية للجهود الذي بدلها سمو أمير البلاد الراحل خدمة للإنسانية إنه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثرى شيخ الدبلوماسيين العرب والعالم وعميد الدبلوماسية العربية والكويتية رحمك الله والدنا الغالي وأسكنك فسيح جناته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر